إذا نتحدث عن هذه المساعل الأمريكية الآن لرفع اسم السودان عن هذه القائمة وما تسعى إليه أمريكا من مشروع يسمى قانون حصانة السودان حفاظا على هذه الصفقة الثلاثية بين واشنطن والخرطوب وتل أبيب أكد موقع أكسيوس الأمريكي أن إسرائيل وبطلب من الحكومة السودانية بدأت تضغط على مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين للموافقة على مشروع قانون يمنح السودان حصانة هذه الحصانة هي من الدعاوى القضائية المستقبلية في الولايات المتحدة من قبل ضحايا الإرهاب ولفت موقع أكسيوس إلى تحذير مسؤولين إسرائيليين من الآثار السلبية لعدم تمرير مشروع قانون الحصانة ليس فقط على عملية التطبيع مع السودان وإنما على صفقات التطبيع المستقبلية مع دول عربية أخرى على حد تعبيرهم غير أن إعلان الصفقة أو الصفقة الثلاثية أغضبع إلى ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر الذين طالبوا بالاحتفاظ بحق رفع دعوة وقضائية ضد الحكومة السودانية لمساعدتها المزعومة بإيواء القاعدة قبل عقدين ونزولا عند رغبة قاعدتيهم الشعبية قررت شاكشومر زعيم الأقلية الديمقراطية وآخر وهو عضو في العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في محاولة عرقلة مشروع القانون علما بأن العضوين مدعومان من قبل منظمة اللوبل الإسرائيلي القوية الإباك وبحسب موقع أكسيوس فإن إباك تدرك أهمية التطبيع السوداني الإسرائيلي وتمتلك الكثير من الوزن لاستخدامه مع عضوي مجلس الشيوخ كي يؤيداء إعطاء السودان هذه الحصانة المطلوبة لا سيما أنه ليس للسودان علاقة مباشرة بهذه الهجمات وقد هدد رئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان بتعليق عملية التطبيع مع إسرائيل إذا لم يمرر القانون خلال محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبوع الماضي كما طالب البرهان الحكومة الإسرائيلية وإدارة ترامب خلال زيارة وفد إسرائيلي للخرطوم بالعمل مع الكونغرس لحل هذه المشكلة ترجمة نانسي قنقر